وبالانتقال إلى خبر آخر افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن محطة معرفة المفرق التي أنشئت تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرائب قال إن محطات المعرفة أطلقت من رؤية جلالة الملك في التحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي وتوفير الخدمات لتصل لجميع المواطنين في المحافظات وأن الوزارة تعمل حاليا بشراكة مع شركات القطاع الخاص على إيجاد طرق مبتكرة وريادية وأبعاد جديدة للاستفادة من محطات المعرفة من جانبه قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن تيري ماريني إنه تم إطلاق محطة معرفة المفرق لتنضم إلى محطات أخرى تم إطلاقها في محافظات المملكة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية بالتعاون مع شركائها وذلك التزاما من الشركة لتحقيق الرؤية الملكية في بناء وتمكين المجتمع معرفيا وتماشيا مع استراتيجية الشركة الخمسية وتخلل حفل الافتتاح جولة تعريفية لمحطة أورنج الرقمية وزيارة إلى مركز أتميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية الذي تم إنشاؤه من خلال منحة قدمتها الشركة أنا حكيت مع القطاع الخاص وبدأ بدعوه كل مرة أنه بدل من نوظف الناس في عمان بشكل مركزي في الاي سي تي الاي سي تي مش لازل تكون مركزية الاي سي تي ممكن توظف الناس كل محل بدل تدفع خمسين من المئة من الكلفة على السكن والمواصلات والأكل اللي بر بيوتهم نقدر الفقالية نشغل الناس في ميسة وتسعين محطة معرفة موزعة حول المنملكة موضوع محطات المعرفة اللي احنا منعمل لهم داعم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهميتها بتنبع إنها بتساعد على المجتمع المحلي وبتعطي عملية تدريب لإلهم على استخدامات الانترنت وعلى التطبيقات المختلفة اللي ممكن تساعدهم بحياتهم اليومية وبأعمالهم واللي احنا بنحكي زي ما بتعرفوا موضوع اللي بنحكي فيه موضوع الرقمن في الاقتصاد اللي بتساعدهم مرضى زي ما حكيت عن موضوع أعمالهم كيف يقدروا يبيعوا ويوصلوا المنتجهم أو الخدمة تبعتهم لجهات مختلفة داخل الأردن وخارج الأردن